اشتركوا في القناة خبرنا شوية عن شركة الطيران الجديدة اللي فتحتها انا بعون الله اقتحمت مجال الطيران لحل مشكلة المواصلات والنقل في مصر عن طريق شركتي شركة عزوز اير ومعايا احدث طيارة الفريرة ملت خمسان وبعدين طيارتي دي بر جوية تحت مائية وسرعتها تساوي سرعة الصوت بس لما يبقى ممحوح شوية واقف الحر في زحمة اكتوبر اتصل بينا ناخدك هيلا هوب نحتفق في مارينة لو فتك فيلم تيتانيك اتش دي اتصل بينا ناخدك هيلا هوب نغرقك لو عافش بيتك عايز تنقله من السطوح اتصل بينا ندلهولك هيلا هوب من غير مدوق اوه من ديو شي سبيسيال على اخر عه المعدل بدي اكتير مغوار وانت شايفاني قدامك حمار دانا عزوز اللي يطير وقت ما يعوز يضرب شاءلا بس في الهوى وفي البحر يغوز يلا وعد شرم يلا بوكباتن وعد شرم يلا جدعان يلا وعد شرم فضل نفر شرم ما تخلص مع بوكباتن الله عندنا نحلة ومتأخرين ايوة كابتن ايوة مادام يلا مادام وعد شرم وعد شرم أبوكباتن ايوة اربعة وراء والنبى الله يخليك اربعة وراء در الطيارة واسعة باشا يلا يا حضرات لميلي يا ابن الأجرة كلكم مع بعض كده واقف بالله اللي حيفتع الشباك هعوره يلا وعد شرم وعد شرم اللي أجرى مع بعض أقواننا يا لهوي دول كرسنت الكريبي دولة ولا ايه كريبي مين بس يا نعناع ده احنا في ترقة المحمودية انت البطل عسوز انا جايلك اكلفك بمهمة مستحيلة بس انا عارف انك قدها ابوس ايديك اعملها لحسنة رفد من شغلي انا رئيس مجلس إدارة محترم ايه ده؟ بطلع عبيد بتقول ايه؟ لا ابدا ده بيقول على ساعتك عبيد بس نركز في المهمة شوية بقى ولا نزل؟ انا عايزكم تنقله تمثال ترموس باشا الجد الاكبر لملاك الشركة اللي انا بشتغل فيها وعمل ايه ترموس ده يا خوية؟ ده عمل امجاد ده عظيمة معظمة جدا بس الحقيقة انا مش عارف اي حاجة عظيمة من العظمات الكتير اللي عملها عظمتم عظيم عظيم طبعا احنا موافقين يا ربي يكون الوضع صربت التمثال كويس مش عارف مش راضي ترفع ليه انتش الاولاني وكارك هترفع معاك اسبع مني انتش اقسم بالله انت اخرج تبع على توكتوك عم سايد اقول لي هي صيليت عليه بمية وصابون وهو هيتسلت معاه على طول يا رب سلتني من الفريرة دي على خير مية مية نجم نجوم العالم مية مية ركز معايا بقى ركز ايوة رد عجلك كله ايوة كله الجوة حد يسكت الغبي ده خلي بالك يا كابتنا انت داخل على منطقة عشوائية بدخلتش رجاء اهو اركن والنبي عايزة اديها الشراب بتاعها جمعية جمعية ايه دلوقت يا نعناع هلا انا مش عارف يا جمعية الرفق بالحيوان تايها عنك فين بس خلي بالك عدود خلي بالك روحنا يا فداية يا الهر ابيض ده اللي اتبقى من التمثال طب و هنعمل ايه دلوقت يا جماعة ده صراك بيه مستنيني و انتو عاملين قصة ليه هي التمثيل جي بتتبع فين تجهز العروسين مع لوازم الناش انت مجنونة التمثيل دي ما بتتبعش بتتنحت خلاص يبقى نشوف بتتنحت بايه وننحاته انتم فكرين يا جماعة ان النحت ده بالسهل ده علم لازم يتذاكر بيكاسو هو لاعب كرة قدم برازيلي وعاشق للبني البرازيلي لا يا فندم ربع ساعة ربع بس شالوا حطوا كلوا على دي اهو هيصة هو الموديل ايه اه لو لعبت يا ظهر وانبتلت لحوال واركبت اول موجة بسكة الاموال نروح الاول واحد انتاكتله في سؤال اه انتاكتله في سؤال يسلام عم تاكتله في سؤال الله الله عليك اضحاص ايه تومي تومي ساعة ويكون عندك بس انا سمعت عن تورموس باشا كده كلام يعني مريحنيش بيقولوا يا سيدي ان مناخيره كانت كبيرة ايه ما كانتش كبيرة كانت عظيمة وريني العظمة بقى ياد يا هيص لا مش شايف هوريني العظمة بقى قال له انت بتتكسف من يا دي هيا صها وريني عظمتك كده عادي متورها له وخلصنا بقى اه اه وشعره كان طويل كان عظيم برضو شعره طيب يا فانتم واضح انها مكالمة غير مسمرة مع الف سلامة مع السلامة بقى انا داخل على لجنة بص عايز وشك فوق ومناخيرك تحت وفرد لتراهولاتك شوية اقولك اقطع دراعه يصل يميني عم السيد علشان العجوة مش مكافية العجوة اللي بنعمل بها التمثال خلصت روحنا افداهيا انا ما عملتش غير نص التمثال وفاضل تسع ساعة لازم نتصرف يا جماعة عشر ساعة عشر بس طف... طفمته ثانية طاية ركز عزوز! ركز! صراك بي معاك! عاوز اكلمك! انت تأخرت كده لي عزوز خلي بالك وانت بتنزله لو اتكسر معناش نجيب غيره مش معقول اللي بيحصل ده يا عزوز خلصنا بقى انا جهد يا جماعة انا مش عارف جاتلي رهبة كده فجأة وافتكرت طنت اعتماد وهي بتقول لي فاشل وانا باكل بسلة انا فاشل يا عم سيد انا فاشل لا يا عزوز انت مش فاشل انت جميل يا حبيبي طنت اعتماد هي اللي بسلتها وحشة امشي يا بسلة امشي يا وحشة امشي يا عانو اه 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 يعني انا ناجح صح? لا يا عزوز انت مش ناجح انت جميل يا حبيبي يلا بقى وارينا مين يا قعد التمثال النوتي ده على القعدة بتاعته مين؟ أنا، أنا، أنا مش ممكن، طحفة فنية مبروك يا فندم على الطحفة الفنية دي مين المبدع اللي صممه؟ عاوز أقولك أنه من تصميمي وإبداعي الناحات قاعد جنبي كده وأنا اللي كنت بمليه يعمل إيه وديكي شايفة النتيجة تمثال في كل الفوايد الغذائية إحنا ما نبخلش على ترمز باشا بحاجة أبداً أحب أخد كلمة من البطل كابتن الطيارة لنقلة تمثال واجهت الصعوبات يا بطل في نقل التمثال؟ طبعاً يا فندم طبعاً التمثال ده خد مننا ست ديست عم سيد كال أربعة وزبطنا التمثال باتنين اسكت خالص بنشكر طاقم الطائرة الأبطال وبنشكر السيد رئيس مجلس الإدارة يلا بقى عشان عاملالكوا بسلة والنعمة استخسرتها في التمثال لا بسلة لا يا عم سيد لا بسلة لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة